بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان إن بلاده اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل قرن سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة عيد المصر الذي يوافق الثلاثين من أغسطس آب من كل عام وتوحي تركيا الذكرى السنوية المئة واحد للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في الثلاثين من أغسطس آب 1922 الذي يعد عيدا وطنيا في البلاد وجمهورية قبرص التركية فيما قال أردغان في تصريحاته الجمهورية التركية اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل ربع قرن ونصف قرن وقرن سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا كما أكد أن تركيا التي هي عنوان لحل الأزمات في منطقتها والتي قاضت على التهديدات لأمنها ورفاهيتها وتقاسمت قوتها مع أصدقائها ستستمر في الصعود وأضاف سنتقدم خطوة بخطوة نحو أهدافنا مع أمتنا التي تدرك ما يدور في العالم وتعرف الإمكانات الحقيقية لتركيا كما أردف الرئيس التركي لم ولن نسمح لأحد أن يمس بالإنجازات التي هي نتاج أحلام البلد والشعب منذ قرون وتعاهد أردغان بأن تصبح تركيا من بين أقوى عشر دول وأكثرها تأثيرا وازدهارا في العالم وأضاف انتهى عصر الذين كانوا يمتصون طاقة هذا البلد والشعب منذ سنوات ويظهرون جبنهم وضعفهم كسياسة للدولة مشيرا إلى أن بلاده أصبحت الآن دولة تتقدم نحو إنشاء قرن تركيا معتمدة على رؤية حكومتها وقوة دولتها وحكمة وبصيرة شعبها في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو أما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة